شوف سيدنا عمر وهو بيمتني لزوجته وهو الراجل جاي بيقوله ده بترفع صوته عليك قاله السيام ربيه لابني ومعاملالي اكلي ومنظفالي توبي يا سلام على الامتنان لو السيدة فاطمة زوجة سيدنا عمر رضي الله عنهما لما تسمع الكلام ده سيدنا عمر بيقوله يا سلام ده يبقى حبيبها والنور عينيها عشان بيمتني لها فلابد انك تشكر شريك حياتك عشان يعرف ان انت مقدره يعرف ان هو ان هو مال يعنيك يعرف وخاصة الستات لما زوجها يمتني اليها النور اللي عندها تهبط ده شايفني مش ان انا بعمل وهو مش شايفني لأ تحس ان هو شايفها وتحس ان ايه ان هي حاجة مهمة في حياته فساعتها يتملق قلبها بالطمأنينة وهو يحس ان جهده كله ما تلمش في الله ويحس ان ابواب السعادة مفتوحة ليه عشان كده حاول دايما تفتكر المواقف الكويسة لشريك حياتك وتتعامل بيها معاه عتلاقي لسانك على طول سهل عليه ان هو يمتن لان فيه ناس كتير لسانهم معقود مش عارفين يمتنوا ليه مش فاكرين غير الوحش فتقول عمره ما عنساله ان هو في جنبي عمره ما عنساله ان هو لما والدي توفي كان في ظهري يا سلام فتفضل ايه شكراله ده تالت حاجة عشان يبقى عندك مهارة استثمار الفضل لازم تتعلم حفظ السر وسر كل واحد حسب ما هو عايز مس حسب ما انت عايز يعني السر هو الحاجة اللي هو يتدايق لو ان هي تعرفت والاساس ان ما حدش بيحكي برا اطاري الزواج ده ما حدش بيحكي حاجة لحد طب افرد هو في حاجة مش عايز يعرف حد ان البيئ بنشتري بايه ولا بنعمل ايه فيه ستات كتيرة ما تحبش حد يعرف حاجة عن الاكل والشرب يبقى ده سر تحفظه لا فيه راجل كتير ما يحبش يعرف انتو خرجتو وانا ما خرجتوش وما يوصلش ده يبقى ده سر كل ما نحفظ السر كل ما نحس ان احنا حافظين فضل كل واحد ليه اقول لكم سر كده اقول لكم سر عشان بيه نحفظ السر لما الواحد بيحفظ سر التاني حتى لو هو شايفه ان هو من السر يحس الشخص اللي هو اتحفظ له السر ده ان هو محل اعتباره وتأثير عند الشخص التاني او ده فضل صحيح مش واجب لكن ده فضل يبقى يحس ان هو ليه فضل ويحس كمان ان انت ليك فضل عليه ان هو يحس ان هو مستور يحس ان الحاجة اللي هو بيعمله الحاجة اللي بيتدايق منه ما حدش يعرف عنه حاجة رابح حاجة عشان تبقى انت عندك مهارة ده حسك عينك امتنع عن عدم التذكير بالعيوب وتسترها عن الناس ما تذكرش العيوب ما فيش واحد عنده دائما كده ما فيش حد كريم لاخلاق بيذكر الناس بالعيوب وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ذكر عيب لحد قدام حد عمره ما قال حضرت النبي كان عارف الاسرار كلها بتاعت الناس كلها بتاعت الصحابة كله بيجوا يستفتوه يسألوه وامره ما ذكر عيب لحد بالعكس كان حضرت النبي شوفه عشان ما يذكرش العيوب يقول لا تحدثوني عن أصحابي يبقى مش انك بس تحفظ عيوب الشخص ما تخلوش يتكلم عن عيوبه لما يجي تكلم عن عيوبه قوله لأ ده انت فيك كيت وكيت 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 شوف السيدة خديجة عملت ايه ما هو ساتر العيوب مش لازم هو يقول عيوبه فانت ايه طيب انا عاستحملك بقى بعيوبك بعبلك لا ساتر العيوب ببعض الحين ان انت تخليه يظهر في الحاجة الحسن شوف السيدة خديجة قالت له ايه لا والله لا يخزك الله ابدا وراحت قعد تذكر له محسن صلى الله عليه وسلم فبعض الازواج في وقت الخلاف بيحرجوا بعض ويعيروا بعض عاوز بالله بعيوبهم ويطلعوا الاسوأ بقى ولو ده حصل لقصاد الاولاد اه بتبقى جرح وحشة اول لكن كده اعرف الجالة كتيرة لما زوجاتهم ايه اللي حصل زوجة عمل حاجة وحشة فيها فراحت قالت له لا يا ولاد نسمع كلام والد بابا لان بابا دوت هو اكتر فاهم مننا فاجي بعد كده قالت له على فكرة انا شكر لك شكر لك اللي احنا ان عدم النطق اللي انا كنت بكلمك به من شوية انت جنبتيه انا ممتني لك جدا جدا ده فضل